بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا النهاردة دايماً بيبقى معنا معادنا مع النور الكامل مع كامل النور صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح السرور والبهجة والتجارة التي لا تبور حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي دايماً كلامه بيعطر قلوبنا وبيريح بنا وافتح لنا مجالات جديدة وكأنه بيعرفنا من جديد على الحياة اقول لكم حاجة الحقيقة احنا مخليين الجزء ده من قراءة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المدخل الحضاري الجميل اللي بيجمع كل مداخل الحياة عارفين ليه؟ لان احنا حسين ان حياتنا دائت علينا قوي فما كانش حد ممكن يكون سبب لتوسعة هذه الحياة ويجدد نظرتنا للحياة ويخلصها من اوهمنا ومن شوائبنا غير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واوتي جوامع الكلم بابي هو وامي فتعالوا نشوف حديثنا النهار ده ويزايا هي نور مساحات من حياتنا سنوات اعدت ويمضلم حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عن حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل لنجنة لا يأمن جاره بوائقه حديث حديث ده صحيح حديث من الاحديث اللي حسنها جماعة من العلماء وهذا الحديث بيكلمنا عن مفهوم مهم اوي اوي ومفهوم الاستقامة وبيغزل مع مفهوم الاستقامة مفهوم تاني من اين تبدأ الاستقامة وهذا الكلام هو افضل علامة علامة على ماذا؟ على الايمان فالاستقامة افضل علامة على الايمان الاستقامة افضل علامة على الايمان ولذلك كان مشايخنا يقولوننا دايما حاجة مهمة أول بيقولوا إيه؟ بيقولوا أفضل كرامة الاستقامة مش الكرامة أن أنت صاحب أنوار وصاحب كشف لا الاستقامة ليه؟ جايبينها من هذا الحديث أن الحديث ده بيبين إيه أكتر علامة بتدل على ثبات الإيمان في القلب أو ثبات الإنسان على الإيمان ولذلك تعال أقول لكم يعني استقامة فيما تعلمت وفيما فهمت الاستقامة قيام بالطاعة بغير كسل هو هذا الاستقامة قيام بالطاعة بغير كسل وعمل مع حسن أمل تعمل الخيرات وانت حسن الأمل في الله وحسن الظن بالله ومواصلة للسير بغير ملل ودوام النظر للمولى الأجل نقولها تاني الاستقامة الاستقامة إيه؟ أربع حاجات الاستقامة قيام بالطاعة بغير كسل وذلك حضرت النبي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل قيام بالطاعة من غير كسل وعمل يعني عمل صالح مع حسن أمل ومواصلة للسير من أتاني يمشي أتيته هارولة ومواصلة للسير بغير ملل إن الله لا يمل حتى تمله وآخر حاجة دوام النظر للمولى الأجل سبحانه وتعالى هو ده هو ده الاستقامة إذا كنت عايز تستقيم هو ده الاستقامة شوف الاستقامة مغزول فيها إيه؟ مغزول بها عمل الجوارح بس قبلها عمل القلب وذلك الحديث بيشرح لنا إن أحد أهم الوسائل التي يستقيم بها الإنسان هي إيه؟ هي استقامة القلب ولذلك عرفوا الاستقامة قال لك الاستقامة دي خروج عن المألوفات ومفارقة الرموء السم والعادات والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى على حقيقة الصدق وكانه بيقول لك إيه؟ الحاجات اللي أنت بتألفها زي إيه؟ الشهوة اللزة المعصية الراحة والكسل مش الراحة الكسل والعجز وطول الأمل بغير عمل كل ده اسمه إيه؟ المألوفات والعادات الكذب الغدر الغيبة النميمة الحسد الحق الانتقام ها مألوفات دي ده أنا وبتكلم كده الناس حضرتكم حسيته آه 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 الناس عندها ده وسعات إحنا عندنا ده آه فالمألوفات والعادات دي الإنسان يمتنع عنه هي دي الاستقام وإيه اللي يحصل ويتمثل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك انت لو عرفت ده ولإن الحاجات دي اللي هي الاستقامة عزيزة أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يطيقونها فبيقول حظة النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تطيقوا يبقى إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيه بقى جزاءهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كل ده من أجل الاستقامة قالوا ربنا الله ثم استقاموا كل ده يحصل لهم آه كل ده يحصل لهم استقامة دي عجيبة الاستقامة يا سيدي لما نعملها بالأربع حاجات اللي احنا تكلمنا عنهم وبالتعريف اللي فيه ترك المألوفات ترك المألوفات ده هات اسمه التخلية وبعدين الوقوف ما ينادي الله دي التحلية ويحصل بعد كده التجلية الاستقامة أفضل نموذج في المقامات العالية لتزكية النفس فيها الثلاث عناصر التخلية تترك المألوفات والعداد كل الحالات الزميمة وتقوم عند الله ولذلك الاستقامة هتتفصل بأنهم لم يلتفتوا إلى غير الله الآية ما التفتوش لغير الله تعالى سبحانه وتعالى وهذا هو غاية الاستقامة أم لم يحدش التفت ملتفت لا يصف هي دي الاستقامة طيب والإحسان نعمل إيه يا رسول الله عشان نستقيم حضرت النبي قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ومعنى كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استقامة أعمال الجوارح بتكون باستقامة القلب ومعنى استقامة القلب أن يكون دائما ممتلئا بالمحبة لله والمحبة للطاع والعزوف عن المعصية وكراهيتها زي ما قال سيدنا ابن رجب لما قال رحمه الله علشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان حضرته صلى الله عليه وسلم يقول أو هو بيتكلم اللهم إني أسألك قلبا سليما تعالوا نقف شوية ونحن نتكلم على الاستقامة في هذا السياق إيه اللي حصل حصلت حاجة عندنا كده في المئة سنة اللي فاتت في حد عملنا لغبطة في مسألة الاستقامة حول الاستقامة إلى الاستقامة الكمية يعني إيه الاستقامة الكمية اعمل أعمال الجوارح اعمل أعمال الجوارح وإن اللي حاصل وما سيبك من مسألة القلب ما تعولش على مسألة القلب قوي مع أني حديث الرسول الله عليه وسلم على فكرة هذا الحديث حديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه هو نفس قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني لازم قلبك يستقيم لازم قلبك يكون سليم عشان يستقيم عملك ويظهر الإيمان في قلبك طيب إيه اللي حصل مع التدائم الكمي قالوا الشخص المستقيم اللي هم سموه الملتزم هو اللي يعمل للعبادات الظاهرة وما دمت أنت شفته بالعبادات الظاهرة يبقى خلاص هذا شخص مستقيم لدرجة أقول لكم شوية حاجات كده بتحصل في وقائنا المؤثر غريب قوي قوي فيه ولد بناء على المصيبة اللي حصرت دي كانوا زمان يعلمونا لما تجلس في مجلس كده تقول إيه سبحان الله ربنا جعل الناس كلهم فيهم جمال والناس كلهم أولية وما فيش عاصي فيهم غير أنا ليه؟ لأنه مش مطلع على اللي في قلوب الناس ممكن على فقر قلوبهم بتبقى سليمة وأنا قلبي الوحيد اللي أنا عارفه لا تدع يقين ما عندك آه أنا عارف اللي في قلب إيه؟ لحسن ظن الناس فيك وزي كله حصل ما بيحكمش على حد ما حدش بيحكم على حد ففي ولد فجئنا ببسط كده غريب قوي 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 إيه اللي حصل؟ اتقدم لوحدة فأهلا ما إبلهوش ففضل يتوعدهم عارفين بيتوعدهم بيه؟ بالنار أنتوا دخلين النار مجهزي نفسك أنت وأهلك عشان تتشوه مع فرعون وأهلي وقومي وما لقه إيه ده؟ إيه يا ابن اللي انت بتقوله ده؟ آه لأن انتوا خلفتم أمر حفظة النبي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه على فكرة احنا أكيد كده مش هنرضى دينك وخلقك لأن اللي انت بتعمله ده ولا عايزوا بالله ده من الكبائر أنت مغرور أنت كاذب أنت غلبت عليك شقوتك وغلبت عليك نفسك واللي انت بتقوله ده جاي من النفس الأمارة بالسوق آه طب إيه اللي حصل؟ دي مصايب التدين الكمي مصايب إيه؟ أهم حاجة أن أنت تظهر بمظهر المتدين لكن إيه اللي في قلبك؟ مش أفضل عليه عارف ليه؟ أصلا سهل يعني سهل إن أنا أفضل أروح المسجد وأجي من المسجد سهل أعرف إيه جاي من الصعب سهل بس الحاجة اللي محتاجة بقى وصل بالله واستقامة باللي احنا قلنا ده بالأركان الأربعة دي دي محتاجة عمل إلا من أتى الله بقلب سليم إزاي تأتي الله بقلب السليم والقلب السليم ده هو السالم من الأفات والمكرهات يعني القلب السليم ده ده السالم من الأفات والمكرهات كلها وهو القلب ليس فيه سوى محبة الله وخشيته علشان كده هو القلب اللي هينجو في الآخرة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى على اللسان مين سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون إمتى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله طيب إيه بقى طريق الاستقامة القلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحد طرق سلامة القلب واستقامته هو سلامت اللسان واستقامته فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقيم قلبه قلب عبد حتى يستقيم لسانه لسان في طريقة وقبل استقامة اللسان في طريقة حاجة أهم من قبل استقامة اللسان بتوصلنا لاستقامة اللسان حضرت النبي بيشير إليها لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر فإن لحاصل؟ يبقى كمان ودانك لا تسمع إلا الخير حضرت النبي كان أذن خير ما بيسمعش غير الخير ما يسمعش الشر يبقى عايز قلبك يستقيم يبقى ما تسمعش الشر وعايز يظهر إن قلبك مستقيم خلي لسانك مستقيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسانه ذكرة وصمته فكرة وده طبعا عشان يستقيم اللسان معناه آكد عند حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الأحاديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أكد على ده فيقول حضرت النبي وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على من أخيرهم إلا حصائد ألسنتهم يعوز بالله للدرجات آه طبعا لأن الكلمة نور بعض الكلمات قبور الكلمة فرقان بين نبي وبغي كلمة إن الرجل لا يتكلم والكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار سبعين خريفة وكمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعرفنا إن السلام في السكوت وإصلاح اللسان فبيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك أنت تبقى سالم مدام أنت صمت ولذلك جاء في الأسر إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاعلموا أنه يلقن الحكمة يا الله يبقى إيه اللي حاصل يبقى محدش يزعى من الصمت ولذلك حضرت النبي قال من صمت نجا وده يتضح منه إن أحد سمات المسلم المستقيم أنه لا يقول إلا خيرا مش بيئزي ده ويجرح ده ويوجع قلب ده علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن المؤمن والمسلم المؤمن من أمينه الناس والمسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ودي وكأن حقيقة الإيمان مرتبطة بحسن الكلام والصمت ولذلك حضرت النبي الله سبحانه وتعالى أمر وأمر المسلمين فقال وقولوا للناس حسن يبقى الصمت عن الكلام المؤذي أو اللي بيجرح أو يكسر في قلوب الناس أو يوجع الناس أو يكسر بخطرهم ده يود الإنسان إلى عدم الاستقامة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه يعني إيه يحبس لسانه ولذلك سيدنا أبو بكر يمسك لسانه ويقولي ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من هذا من لسانه ولذلك الناس لازم تعرف إن في حاجة اسمها صدقة اللسان إيه اللي هي الكلمة الطيبة حضرت النبي قال والكلمة الطيبة صدقة وأن الواحد لما بيحسن الكلام للناس ده معناه أنه أكيد عنده إيمان صحيح تعالوا أورركم المسألة إزاي تعالوا نشوف حسن الكلام من رؤية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه اللي يخلي الكلام الحلو والكلام الحسن دليل على الإيمان ما رأيت إنسانا يحسن الكلام وهو صادق في ذلك إلا وفي قلبه ثلاثة أنوار نور الأول نور إيه يا سيدي نور الأنس بالله تلاقي الواحد هو بيكلم الناس كده وبيقول كلام حسن بيخليهم يحسوا بالأنس بالله زي ما هو حاسس ما تلاقيش حد بيقول كلام حسن إلا وعنده نور يخترق قلوب الناس فيرى أجمل ما فيهم فالتمس لهم الأعذار ويعينهم على أنهم يظهروا ما فيهم من جمال النور التالت اللي يكون عند الإنسان إنه هو إيه اللي حاصل شايف فعل الله في الخلق نور رؤيته لفعل الله في الخلق فمسلم لنور الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنوار دولة تجدهم في الشخص اللي بيتكلم الكلام الحسن ولذلك تلاقي ناس لما تقعد معهم كده يطلعوا أحسن ما فيك ليه؟ عشان أنوار الله سبحانه وتعالى لأن اللسانهم مستقيم لأن قلوبهم مستقيم يقول ذلك حضرت النبي يقول أفضل الصدقة صدقة اللسان قيل يا رسول الله ما صدقة اللسان قال الشفاعة تفك بها الأسير يا سلام تروح تقول له معلش ده عشان خطري سمحوا المرات وتحقنوا بها الدماء خلاص يا جماعة خلاص مش معقولة أن نأذي بعض ونضيع بعض وإن اللي حاصل؟ وتجروا بيها المعروف تجلب المعروف عن الناس تجروا بيها المعروف والإحسانة إلى أخيك وتدفع عنه الإيه؟ الكربة أو الكريهة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إذن هنا لازم نعرف أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ختم الكلام عن الشيء اللي بيأذي عن الشخص اللي بيأذي ياره مش هيدخل الجنة والحديث ده لازم نفهمه في السياق الحديث اللي قال في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال له يا رسول الله إن فلانة تذكر تذكر بكسرة صلاتها وكسرة صدقتها وكسرة الصيامها غير أنها بتعمل بقى تؤذي جيرانها بلسانها أوه قال هي في النار يا رسول الله كلام مواضح لأن ده بيسري في أعراض الناس قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بماذا بتتصدق بكثير من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة هنا بقى نلاحظ بأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل وهو ده بقى مصدق الحديث وهل يكبوا الناس فإذا كان حصائد الألسنة السيئة تكبوا الناس على وجوههم أو على مناخيرين في النار فحصائد الألسنة الحسنة تفتحوا أبواب الجنة وعشان كده لازم كل واحد فينا يعرف إن فيه ارتباط وثيق ما بين القلب واللسان حتى إحنا بنشوف كده في علم الإدارة وعلوم التواصل في الكمونيكيشن يقولوا إيه اللسان ويقولوا على العين واللسان ما غرفة القلب يبقى إيه اللي يحصل اللسان بيطلع اللي في القلب وكمان اللي في العين بيطلع اللي في القلب ولذلك صلاح اللسان من نقاء القلب وأحد أهم طرق تنقية القلب هو حفظ اللسان ما تقعدش تكلم كلام سيء تعالوا بقى نقول شوية حاجات كده تخلي الإنسان في الحقيقة يستطيع أن يكون بهذا المعنى اللي هو استقامة القلب أول حاجة لا تدخل على قلبك المساوئ فيه ثلاث مساوئ ما تدخلعش على قلب ماذا؟ مساوئ الإيه؟ مساوئ الحكايات عن الناس ما تسمعش حكايات عن الناس تاني حاجة مساوئ الأحداث المؤسفة ما تقعدش تسمع أحداث مؤسفة كتير تاني حاجة ما تدخلش على قلبك أشياء تخوفك فتخليك تايما تتكلم بالكلام السلبي المر الأسود تاني حاجة عشان تحفظ لسانك قلل من الأحكام على الناس قلل من أحكامك عن الناس توقف عن الأحكام مش لازم مش لازم كل مواقف حكم مش لازم كل شخص حكم ده ما يخلكش أبدا محفوظ اللسان تالت حاجة بطل مبالغة أنا ما فيش يوم ما شفتش يوم حلو في حياتي ده مش من حفظ اللسان هتعمل إيه في شكر النعمة بطل مبالغة كسرة المبالغة تجر إلى ماذا تجر إلى مساوي اللسان وتجر والعيز بالله إلى الخوض في أعراض الناس وتجر والعيز بالله في الإيزاء الناس وكسر خواطرهم وآخر حاجة عشان تحفظ لسانك عود لسانك لا تمر ساعة إذا كنت دائما تتكلم إلا وتقول شيئا حسن ولما تذكر الناس اذكر أحسن ما في الناس ولما تيجي تكلم مع أهلك اذكر أحسن الكلام عن أهلك وتعالوا أنكم واجب كده يدد في كل حلقة نتكلم في حديث الرسول الله سلام نعمل واجب من الواجبات اللي احنا طلبينها أن احنا النهار ده نبتدي نعمل حاجة مهمة لا يمر يوم علينا إلا وقلنا كلمة حلوة لأهلنا تقول كلمة حلوة لزوجتك فتقول لها أنا ممتن ليكي أني أنت طول الوقت وقفة في ظهري وكل يوم تقول لها كلمة فيها متحل شيء حسن فيها تقول لي طب ونعمل كده ليه أعمل كده صدقة أعمل كده لحفظ لسانك أعمل كده لده جديد إيمانك جددوا إيمانكم بالقول الحسن وإخراج أحسن ما في أهلكم هو تتمرين وتقول لي ابنك على فكرة أنا واثق فيك ومن الحاجات اللي بتخليني ما شلش هم كتير أني ربنا سبحانه وتعالى الرزقني بيك أنت سندي وانت صديقي وانت حبيبي وقول لي بنتك أنت من أجمل ما رأيت أنت ست البنات إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلك في أحسن حال وإن شاء الله دايماً عاكون معاك افضل أقول الكلام ده الأهل بيتك عشان مش عشان يصدقوه عشان يعيشوا بيه وساعتها لما دوتها يتحول إلى طاقة نور في قلوبهم هتعرف يعني إيه مدد ربنا اللي أجرى على لسانك يا رب اجعلنا دائماً من أهل استقامة القلب اللي بيدل عليه باستقامة اللسان واجعلنا يا ربنا باستقامة اللسان نذوق حلاوة شهد الإيمان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من هؤلاء واجعلنا دائماً من أهل الاستقامة واجعل الاستقامة خير علامة على إيماننا يا رب العالمين